انها رحلة بين الحياة والموت هذا ما يؤكده نظير عثمان المهاجر الذي غادر غانا قبل اشهر وعبر للتوغبة داريين بين كولومبيا وباناما في طريقه الى الولايات المتحدة بات مئات يواجهون مخاطر الغابة وجائحة كورونا لعبور الحدود التي تمتد على 266 كيلو مترا بين البلدين الرحلة الى غابة داريين كانت تجربة مهولة لا اريد ان اكررها ابدا طوال حياتي انا لست مع عائلتي انا مع اصدقائي لم تكن سهلة لم تكن سهلة ابدا انها رحلة بين الحياة والموت ورغم العقبات والمخاطر لا يزال يسلك غابة داريين مهاجرون يحلمون ببلوغ الولايات المتحدة لحياة افضل وتتوقع سلطات باناما تضفق اعداد كبيرة من المهاجرين وعبر اكثر من 47000 شخص غابت داريين منذ العام 2017 لكن الارقام تتراجع بالنسبة لعام 2020 اذ باتت اقل من 6500 مهاجر بسبب جائحة كورونا وفقا للارقام الرسمية لقي ثلاثة مننا حتفهم وقعوا عندما كنا نتسلق الجبال وقعوا وماتوا على الفور رجلان وامرأة خلال اربع سنوات عبر اكثر من 6200 طفل غابت داريين والاعداد تزداد في العام 2017 كان واحد في المئة من المهاجرين قاصرين لكن في العام 2020 بات 25% ونصفهم دون الخامسة من العمر اشتركوا في القناة